فريق الدائرة العاشرة والدائرة الثانية الفريقين الذين جمعهما نهائي مينيكوف لم يستطيعا أن يدخل الفرحة والسعدة في قلوب الجماهير التي حضرت المواجهة فالمبارة لم تكن على المستوى الفني المطلوب إلا أن أبناء الدائرة الثانية أحدثوا تغييرا بعض الشيء في لمستهم الفنية الأمر الذي ساعد في إيجاد ثغرات دفاعية في صفوف فريق الدائرة العاشرة فانتهز محمد علي قجة مهاجم الدائرة الثانية الفرصة ليسجل هدفا أول لفريقه في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول وانتهاء الشوط بهذا الهدف الواحد الاستراحة ما بين الشوطين عالج فيها مدربين الفريقين الأخطاء بالتوجيهات والتغييرات فعاد أبناء الدائرة العاشرة في الجزء الثاني أكثر حماسا ورشاقة لتعديل النتجة في ظل صمود دفاع الدائرة الثانية أمام كيل الهجمات وانتهت المباراة بنتجة واحد مقابل صفر وفوز بالبطولة والكأس وخلال حفر التتوج تحدث وزير الشباب ورياضة بالتالي كما شكر الوزير القائم على تنظيم هذه البطولة التي أتاحت الفرصة للمواهب القروية الشابة للظهر من المجهول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر